خلوني في البداية أتكلم عن المشروع بتاعكم ده مشروع التخرج وأنتوا لسه ما تخرجتوش خليني أتكلم عنه أهدافه إيه ولكن خليني أرجع للوجو اللي أنتوا عامينه هو فيه لونين أصفر وإسود ليه اخترتوا اللونين دول مختلفين تماماً إحنا الأصفر هو لون البهجة ولون موجود في حياة الأطفال ولون بيعبر عن أنه الحرية والطفولة والبهجة زي ما قلت والأسود هو مجرد بس بيحدد اللون عشان يبقى ليه يبرزوا أكتر بالضبط يكون باين وبرضو هو اللوجو فيه دماغ طفل عشان إحنا السن اللي بنعرف منه صعبات التعلم ده من أربعة لأحداشر فهو دماغ الطفل بتعبر عن أنه زي الفئة العمرية اللي بحدد فيها المشكلة زي وهي صعبات التعلم إحنا اخترنا ثلاث أنواع من السبعة هم أكتر ثلاث أنواع الناس بيبقى مختلط عليها الأمر اللي هو ممكن يبقى كلهم حاجة واحدة لأنه ده سبب أن احنا عملنا المشروع ده أنه الناس مش بتعرف تفرق ما بينهم وفي ناس أصلا بتشوف أنه أنا مش محتاجة أفرق كم هاتش هيعرف لأنها هي حاجة مش بتبان على الجسم هي حاجة بتبان في المراحل في المدرسة ممكن يكون متأخر سنة مثلا في أنه يقرأ متأخر سنة أنه يكتب متأخر سنة في الحساب أنت عرفت أننا نعتبر ده عادي خالص يعني أي حد بيقول أنه أنا أبني مثلا أتأخر بجد أنا أسمعها كثير قوي أنا أبني أتأخر في الكتابة حتى في الكلام في الكتابة في الإراية في أي حاجة أنا مثلا لغاية قريب قوي كنت فاكرة أنه ما فيش أصلا مشكلة في ناس أصلا بتشوف أنه ده غباء كسل إنه لا بيدلع مش بيعمل اللي عليه طب في إيه هو إيه يعني ما إنتب إيه كسل ده إيه ده إيه ده إيه الغباء إيه ده تنمر في المدرسة مثلا إحنا بنحاول بقى أنه إحنا نغير الفكرة دي إنه لأ هو من سن معين ممكن يبتدي يظهر إنه لأ هو الطفل ده مش غبي ولا كسول لا هو في حاجة وإحنا محتاجين نتعابل مع الحاجة ده بس عظيم حبيبة إيه اللي خلاكوا تفكروا أصلا في المشروع ده إحنا كنا زي ما هوكر قالت عاوزين إنه إحنا نصلح مفاهيم كثيرة قوي غلط موجودة في المجتمع بذات مجتمع يعني ده ممكن في حاجات اللي هو تبقاش مفهومة صحة قوي فإحنا قلنا إنه إحنا طب من صلح المفاهيم ده بذات إنه حاجة لي علاقة بالأطفال فليه هو يتفهم إنه هو يعني طفل مش زكي زي بقية أصحابه أو كده ومعين الموضوع ملوش أي علاقة بالآي كيو إحنا كنا عاوزين إنه أهله كمان يبقوا عارفين إنه ابنهم أو بنتهم ما فيهم مش مشكلة أهو أهو بس هو محتاج عنده مشكلة ومحتاجة أهو بزبط عادي كلنا عندنا بقى مشاكل في حاجات معينة هو بقى عنده مثلا مشكلة في الحتة دي لو اشتغل عليها عادي طريقة التعامل بقى مع المشكلة دي هي اللي تخليه هي اللي تفرق هي اللي تفرق لأن في ناس كتير منهم بقهم يعني علماء وحاجة كبيرة قوي عادي مش مأسرتش أينشتاين تقريبا أينشتاين كان عنده في السكسي اللي هي صعوبة القرية كان عنده دي و ورفضوه من المدرسة وبعتوا جواب لمامته يعني دي قصة شهيرة بعد ما عملنا يعني الريسوتش توصلنا إنه مفيش حاجة معينة في الموضوع ده متفقين عليها بس اللي متفقين عليها إنه هو كان عنده ديسلكسي إحنا حاجة كمان برضو من الحاجات المفاهيم اللي مش مفهومة كويس يعني في المجتمع إن هي مش بتتعالج هي بنتعامل معها بنحط زي رشتة زي ما كنتم تقول إن إحنا يعني زي خطوات الأهل والمدرسة والمكان المختص اللي بنلجأ له إنه هو يساعدنا في حاجة زي كده لإن المكان المختص ده بيدي زي خطوات المدرسة تتعامل معيها عشان نبتدي نعرف نتأقلم ونظاب بعض حياة الطفل ده إنه هو ما يبقاش عنده أي مشاكل ولا بيواجه أي صعوبات ولا بيواجه أي تنمر أو أي حاجة في الامتحانات في الواجبات في الحياة العادية يمكن كمان في الشغل إنه في ناس من كترة أهليها كانت مش متقبلة الموضوع أو مش راضية أو في حالة دنايل يعني دنايل إنه لأ أنا إبني ما عندوش حاجة فبيكبروا وبيضطروا ويتعايشوا مع الموضوع ده لحدهم يجبوا هو فعلا ما عندوش حاجة على فكرة هو عايدي إنه طفلي يبقى مش مش عارف مستيقرة هو بس محتاج شوية حاجات يعني نزبط بيها الموضوع محتاج مصعدة عايزة عشان نزبط الموضوع ده أنه يعدي بمراحل تعليمية عادية هل أنتو تلاتة بس في البروجيكت؟ لا لا عمانية آه أوكي طيب